يميل المعلمون إلى الشعور بمشاعر مختلطة حول الواجبات المنزلية مع الاحتراف بالمزايا فإنهم يلاحظون المواقف السلبية والأداء الضعيف من الطلاب يمكن أن يؤدي وضع العلامات وتقديم الملاحظات المفيدة الملاحظات المفيدة حول الواجب المنزلي إلى نسبة كبيرة من وقت المعلم غالبا بعد ساعات الدواء المدرسي ويمكن من خلال الواجبات المنزلية أن قيم المدرسون نقاط قوة لدى الطلاب وتحديد نقاط الضعف لتقوية الطلاب وتحسين مستوى يعزز الواجب المنزلي ويساعد المتعلمين على الاحتفاظ بالمعلومات التي يتم تدريسها من الفصل وكذلك زيادة فهم من العمل اللغة ويوفر الواجب المنزلي الاستمراري بين الدروس ويمكن استخدامه للتوحيد الصفوف الدراسية ولكن أيضا لتحضير الدرس القادم فإن الواجبات المنزلية تساعد على محو الفجوة بين المدرسة والمنزلي فعلى للطلاب والمعلمين والأولياء مراقبة أمور التقدم إن الواجبات المنزلية أداة تقييم مفيدة كجزء من تقييم المستمر فلا عجب أن نسي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على طلب العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي وقال أيضا أطلب العلم ولوف السين وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فكان يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء ليتعبد حتى جاءه ذات يوم سيدنا جبريل عليه السلام فقال له اقرأ قال رسول الله ما أنا بقارئ فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عالم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم